لم يسجل أي إصابة لفيروس الكورونا في سوريا أربعة أشهر مضت على هذا التصريح الوافق من وزير صحة نظام أسد الذي يعترف اليوم على لسان معاون مدير الأمراض السارية والمعدية عن تحول دمشق واريفها إلى بؤر الانتشار كورونا التي تعامل معها النظام كأي مرض عادي مخفيا الكثير من الإصابات منذ بداية تفشي الوباء مرجعا إياها إلى أسباب صحية أخرى ليضطر في النهاية وتحت وطأة الحالات المتزايدة للاعتراف بتسجيل أول حالة في سوريا في الثاني والعشرين من مارس آذار الماضي ولتسجل أول حالة وفاة بعد أقل من أسبوع الحالات المسجلة رسميا قليلة لكن ما خفيا كان أعظم ولنا أكبر دليل فيما أعلنت عنه إيران قبل يومين على لسان رئيسها عن إصابة 25 مليون إيراني بالفيروس بعد أشهر عدة من إخفاء الأرقام الحقيقية حيث يتبع نظام أسد نفس الطريقة الإيرانية في الإنكار والإخفاء الطريقة التي قد ترفع المسؤولية عنه وعن إدارته الصحية الفاسدة إلا أنها تحمل عواقب وخيمة على السوريين في مناطق سيطرة النظام لا سيما وأن الكثير منها يفتقد لأبسط الإمكانيات الصحية خصوصا فيما يتعلق بغوضة دمشق التي يتفشى فيها الفيروس بحسب إعلام النظام أكثر من أي منطقة أخرى في سوريا ولكن انفتاح مضبور بمعنى أن يتحمل المواطن الآن جزء من المسؤولية يحمل النظام المسؤولية للمواطن فينطق رأسه بما معناه أن حكومته لم تعد معنية بأي من الإجراءات الاحترازية التي تم رفعها على وقع الحالة الاقتصادية المتردية للبلاد والطرار الناس للخروج والعمل غير عابئين بكورونا وآثاره فوباء الجوع والعواز أقسى من أي مرض آخر صفوف أفران الخبز وطوابير توزيع أنابيب الغاز وقسائم الشراء الإلكترونية وأخيرا طوابير الانتخابات الهزلية لما يسمى بمجلس الشعب في سوريا حيث يقف الكثير من السوريين المغلوبين على أمرهم عجزين عن الاعتراض على الحال التي وصلوا إليها في وضع صحي كارثي لا يكترث النظام له فيجبر الناس على الخروج إلى كل هذا الشقاء من أجل إظهار البلاد بحالة طبيعية في وقت يعرف فيه الصغير قبل الكبير أن تلك البلاد فقدت كل ما يمكن أن يكون طبيعيا منذ سنوات طويلة فأصبحت تعيش في تمثيلية تشبيحية يلعب رأس النظام دور البطولة المزيفة فيها وتشاركه هذه البطولة أسماء الأسد من جبهات حما حتى غرف الاقتراع اللاسرية المثيرة للصخرية نقبل وننطلق باتجاهه بمزيد من التصميم والثقة أن المستقبل ملك للشعب ولا أحد غيره اشتركوا في القناة